التقى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمكتبه بالسفير الإسباني بقاهرة ايذ جرى بحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الإسبانية وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس الشيوخ حرص مصر على تعزيز العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة وخاصة على المستوى البرلماني فضلا عن تطوير مستوى التنسيق والتشاور تجاه قضايا محل الاهتمام المشترك ومن جانبه أشهد السفير الإسباني بالتجربة التنموية الرائدة التي تشهد مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تعزز من وضعها كركيزة للأمن والاستقرار على المستوين الإقليمي والدولي مشيرا إلى أن هناك اهتماما متزيدا من جانب الشركات الإسبانية بالمشاركة في تنمية الاقتصاد المصري